فهو اللاعب الوحيد مو بس اللي عم يمثل العرب والمصريين هو كمان عم يمثل البريمير ليج كله جيوم ليباندوسي هو من البونتس ليجا وليونيل ميشتي طبعا من الدورة الفرنسية فهو اللاعب الوحيد من الدورة الإنكليزية اللي وصل له المرحلة الردود الفان أكيد مستحقة فيه البعض عن يتحدث ان كان مو بس على مستوى إنجلترا كمان على مستوى الصحاف الأوروبية عدا موجود جورجينيو عدا موجود جورجينيو على اعتبار أنه تيالسي توهج الشامبينز ليج كمان المنتخب الإيطالي حقق بطولة الكأس لهم الأوروبية فبالنسبة لوجود محمد صلاح في دعم كبير من الصحافة الإنجليزية في إيشادة كبيرة بمستوى محمد صلاح الشي الوحيد اللي معا يدعم بالنسبة لفرصة محمد صلاح هو عدم تحقيقه للقب جماعي هاي نقطة يمكن تكلمنا فيها أخي محمد بالأسف النقطة الوحيدة اللي ما عم تدعم حدوث محمد صلاح هي عدم فوض ليبربول بلقب في الموسم الماضي ليبربول ما حقق لقب الدولة الإنجليزية ليبربول ما كان بطل الشامس ينزيك ومثلنا نعرف طبعا كأس لهم الأفريقي رح تتصير هلا ما كان فيه كأس لهم الأفريقية العام الماضي فما كان فيه إنجاز على مستوى القاري بالنسبة للمنتخب المصري لعدم وجود أي بطولة قارية شكرا 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 شكرا